موسيقى بحديثنا إن شاء الله نقول 98% 98% تخليها مجاملات طيب إيش سالفة العزبة والمركاز والله أنا أسألك السؤال هذا موجود في الهاشتاغ اليوم كل الحمم موجود لكن موجود طول اليوم في نقاش على الموضوع هذا فأبغى تعليقك ما في أي سالفة السالف ما فيه مقدمة غير موفقة شو ما فيه أي سالفة الناس شافت النقاش النقاش الصباح ونقاش العصر فيه سالفة أعطنا تفاصيل السالفة انتجاستك ما فيه مشكلة هي السالفة عادية أبو شوق مجرد أخونا أبو حمود اللي هو سرور فكر بموضوع المركاز فلذلك التفت عليه قال لي معي بالأغراض وكذا قتنا معك ما يخالف جميل لكن أنه أنا بس أبغى يعني دخول لي يعني بس هذا هم فلذلك جاء قال مم مشكلة حبيبي سام وضح لي مسألة دخول لك يعني دخول العزبة بشكل مرتب يعني يبغى قصة قصة دخول العزبة طيب وش قال سرور ما قال شي سرور لكنه جاء من بعض الأشخاص أنا اللي هم متسابقين فإذلك صرت أنا بين نارين جاء وقالوا أنه مسمى المركاز وكذا يعني ما بصير لنا كلنا فأنا صرت بين نارين موافق السرور وموافق العيال مع العيال يعني ما بيخسر هذا ولا بيخسر هذا أنت جمت الجانب الممتلى من الكوب يلا حلو فلذلك أنا قلت آخر 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 أنا وبحمود آخر آخر شاورت سألت الكبار على ما قالوا رحت للإعداد شفت اللي أنا منفروض أني أسويه بدون ما تعدى يعني نظام أو من هالأمور جول يعني الأغلب أني أنا أهدي وخلي الجلس وخلي أغراضي البعد فترة سؤالي يا صالح سام تشعر أنك غيرت كلمتك كذا بصراحة يعني لا ما أعطيت الرجال كلمة لا ما أشعر أني غيرت كلمتي لأنه كلمتي معنى ما أعطى تلكيدي يعني من البداية ما أعطى تلكيدي لأني قلت ترى فيه تنسيق بيني وبين الإعداد الإعداد اللي بيقول يابا سويها عندي سؤال الآن طبعا هي مو برغبة الإعداد هي رغبة كنت تقول أنا أبغى يكون لي دخول خاص حلو سؤال لو كان لك دخول خاص هل بتحط مركاز خاص فيك لا لا ما في شي اسمه مركاز وأنا متفق من أول يوم أول يوم دخلت ولو تلاحظ ترجع لتويتر وترجع لأمور هذه على ما أسمع ويقال لي أنه حلو 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 التبريد ذا حلو كمل أنه أنه جلسة عيال حياتك هذا مسمى طيب الآن دام هيقدر ستياه عيال حياتك ماذا الإشكال أنك تحط 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 تحطها في في مركاز السرور سرور أخوكم جاب يعني سواء مركاز على عينه رأسي والله سرور أنا ما قلت بشي أبو شوك لكن أنا عندي عندي عيال كلهم صالح حنا جاسين نقول أنك تقول بصور شي حنا نسألك عن وجهة نظرك وجهة نظري أنا أشوف مبدأ العيال ومصالح العيال ما وديتها و أطلع عليها وش مصالح العيال أنا أقول وش مصالح العيال مصالح العيال ما ما وافقوا على الموضوع هذا يعني مصالح العيال أنه ما يصير في مركز دسور ايه ما وافقه على موضوع مركاز الروقي ما وافقه على موضوع مركاز الروقي ايه طيب انت قلت لسرور انك احرجتني انت عطيت الموافقة في البداية بعدين قلت له انك لا احرجتني بطلبك بيانت له بيانت له على قلب الثمس اهه بيانت له قلت انا جان واحد اثنين ثلاثة اربع الى عشرة او اكثر اذا انا ناسي اه ما اقدر ما ادري اشي اسوي يعني صرت بين على ما قاله ناري عمونا كنا نحتاج للتوضيح برضو انا بس بوجه لك رسالة قبل اودعك هنا يقول من الاخت ملاك صالح الفرحان اثبت وجوده خلاله اياما ماضية وننتظر منه المزيد وفعلها التوفيق وفعلك التوفيق يا حبيبي صالح صالح وياك سام يا بشور اه الان القرار اللي اتخذته انه عزبتك ما ستدخل في مركاز صالح مركاز ستور عزبتي راح تدخل المركاز جلسة عيال حياتك وكلهم منه بندخل سواحنا ما عندي الحالي ولا ما ما انفي ذي طيب بيض الله واجهك يا صالح يا تيك العافية صالح ما قصرت